على الملأ كما هم الناس متفرجون على خيبة جديدة من خيبات دولة يبحثون عن هيبتها وبين الفبركة والحقيقة بين الستر والفضيحة تخرج وسيلة اعلامية بمث استعراض لخفايا قضية فاعلها خلف القضبان قلد صوت اعلى رؤوس هرم السلطة واسمه دابان وخلف الشاشة مستمع ذهل من هول ما سمع فقدم الدليل والبرهان على فبركة فضيحة قيل على لسان اعلامي انها قضية حكم فيها سجن مظلوم بجريمة نصب واحتيان ليظهر بريئا لقضاء غير عادل اما الرواية التي تتحدث عن حلقة مفقودة من رواية وسيلة اعلامية فجاءت على لسان مالك شركة فاروق القابضة فاروق مصطفى رسول مؤكدا ان رواية الوسيلة الاعلامية على لسان مذيع برنامجها ملفقة تفتقر للدليل الذي يؤكد ان دابان قلد اصوات رئيس الوزراء ووزير الداخلية بحجة خداع فاروق للحصول على مبالغ وصلت الى خمسين مليون دولار بهدف علاج الجرحى ثوار تشرين الى ان وصلت القصة لاقحام اسم شركة اسيا سيل بالرواية المنفقة رغم ان فاروق الذي اكد ان اسيا سيل ليس لها علاقة بدليل ان الاموال المسلوبة على يد دابان كانت من دافع شخصي دفعها فاروق بعد وعد تلقاه من دابان يفيد باعادة الاموال له عند اقرار الموازنة كبرت القصة الى درجة تقليد دابان لصوت رئيس الوزراء وعندما وصل المبلغ الى رقم كبير شكك فاروق بما يجري متأكدا من صديقه الصحفي والكاتب المعروف فخر كريم الذي كشف له عن خدعة كبيرة بحسب الرواية وانتهى الامر باجتماع فاروق مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير الداخلية وصديقه فخر كريم مع حضور وكيل جهاز المخابرات وتاقمه وبالاتصال مع دابان ألقي القبض عليه بعد هربه وشركه الى تركيا وهكذا يكشف فاروق كما يقول اجريت التحقيقات لتعود الممتلكات بقدر الاموال المنهوبة من صاحبها قضية انفجرت غضب فاروق مصطفى رسول ليؤكد للمتلقين ضرورة التأكد من اي خداع بالاضافة الى ضرورة التزام الصحفي بمهنيات العمل الاعلامي مؤكدا انه سيوكل محاميه لمقاضات السجين وزميله والوسيلة الاعلامية التي بثت رواية اكد ويؤكد انها مفبركة لا تمت للحقيقة بصلة